السلام عليكم احنا اخذ محاضرة جديدة تكملة للمحاضرة السابقة اللي هي disease of pharynx and larynx اخذنا المحاضرة السابقة اللي هي disease of pharynx اليوم نكمل certain or common disease of the larynx احنا دا شوفونا بالجراحة ماذا نبتعد او بالmedicine general medicine or general surgery ماذا نبتعد عن الهيد والنك دائما disease اللي لها علاقة بالهيد والنك اخذنا disease of pharynx اليوم نكمل disease of the larynx اللي همنا هنا some common disease اللي نسمع به اللي هو infection or inflammation of laryngeal mucosa اللي سوينا السوينا نوع من laryngeal obstruction اللي نسميه الكروب او الكروب اللي هي الخناق اللي هي عبارة عن inflammation of the mucosal اللي causes by the many virus another disease ايضا ناخبة اللي هو foreign body يعني احنا احنا بشغلتكم الشيء طبيعي او كما تلقى واحد يبتلع فالشيء غريب او اثناء شغلك يجوز يبتلع المريض fed foreign body فناخد شوي فكرة what are the signs and symptoms العلامات اللي يصير عندك بيها obstructions بال airway obstructions سواء كانت بال larynx او بال trachea او بال lung اكو علامات ممكن منها المريض تحسه من من الفيس من بعض الاعراف من الكف من الشيء من الوجه من الكمبليين ممكن انت تعرف هذا بالع او ما اخذ foreign body يعني واصل ال foreign body لمنطقة معينة بال upper spiratory وصير عده هيت اعراف ايضا من ضمن ال disease اللي رح ناخذها هي disease of vocal cord يعني تعرف الاوتار الصوتية مرات يصير بها نوع من النوديول نوع من النوديول وخاصة عند المغنين زي فنشوف شنو اعراف هاي او انت مثلا فجأة يصير عدك نوع من يعني chronic smoker ورأسا فجأة يروح يروح منك الصوت loss of the voice شوف شنو السبب مالتا واخير شي نمر على case او على one of the differential diagnosis of the lump او mass in the neck وخاصة lateral mass لو نقرأ differential diagnosis بالإضافة للأبركوس نلقى laryngo seal اللي هو dilatation of the wall or mucosa of the larynx يعني presented as the mass in the neck حسنا نشوف ها واخير شي نختمها بنوع من البنائن نوع من البنائن tumor اللي هو sequemus papilloma اللي هو rare اللي يتحول إلى malignant فالpathology اللي هو مثل ما أخذنا بالطريقة بال disease وفاركس ناخذ على شكل case وبعدين نعرف يعني نعرف الdiagnosis يعني مثلا شنو أعراض أو شنو معنات laryngotrichitis اللي هو inflammation of the larynx and sometimes trachea اللي نطلق عليها الكرو الخناق اللي يجي مثلا المريض four year old boy يطيق history of low great fever يعني حرارة قليلة وياها upper respiratory tract infections ويا نوع من اللي سمو parking ويا strider ويا الخلق نوع من parking cuff يعني قحة شون نباح الكلب لأنه عندك obstructions والنوع obvious respiratory distrac شوف يتنفس طبيعي يتنفس طبيعي ما عنده نوع من stress respiratory بس عنده specific type of cuff اللي نسميها parking cuff اللي هو القحة النباحية في النبح نبح هاي عبارة هاي الكيس هي عبارة عن diagnosis of laryngotrichitis أو crube الخناق اللي هو عبارة عن inflammation of the tissue of the subglutic space مثل ما نعرف باللارينغوسكوب النظور من نوصل إلى منطقة اللارينكس نقسمها إلى space أو أكو subglutic اللي في glutis وفوق ها space وأكو sub وأيضا تحت الغلوتس فالبعدك نشوف أكو هاي space اللي موجودة يصير بيها narrowing أو يصير بيها inflammation ومرات يصير narrowing والinflammation بالتريكيو وبرونكيال 3 ينزل من اللارك للتريكيو ويا ال inflammation ميوكو بيرولانت اكزيديت يعني ميوكو سيكريشن فهذا l-inflammation ويا الميوكو يسوينا نوع من l-airway obstructions يعني واحدة من causes of the airway obstructions هو الكروب الكوز مرته هو ال-para influenza virus ال-para influenza virus 1 and 2 3 أو influenza A B أوكي فإن common causes of the croup هو ال-virus ال-presenting يجيك night inspiratory يعني بالليل عده نوع من الشهيق طويل ويا مثل خنقة ويا هاي ال-parking cup اللي هو النباح وين at night وبال inspiratory هنا ندير السبب سبب أنه هو عبارة عن نوع من airway obstructions معناته decrease saturation of auto يعني قل الأوكسجين لذلك تشوف المريب يجي ويا التاكيكاردية اوكي differential دامن يجينا واحد عد نوع من الاختناق نوع من القحة النباحية نخلي اللي ببالنا مو بس كروب لا جوز بالعفتشي foreign body جوز stenosis بالمنطقة او التهاب لسال المزمار اللي هي بأبيغلوتايتس نخليها على باننا بالdifferential diagnosis شوف هاي ال-sub-أبيغلوتك space صار بيها narrowing هاي صار بيها narrowing ولذلك انطت نوع من الساين والsymptom of the airway obstructions الكيس الفان والدزيز الفان في اللarynx ويا الكروب اللي نعتبر one of the causes of the airway obstructions الحالة الثانية اللي هي foreign body foreign body ايضا يجيك strider ويجيك ايضا زيان presented as the certain sinus symptoms خنشوف شون يجينا المريض اللي بالع او اللي بالع شي غريب او foreign body مثلا عند history of asthmatic attack يعني كأنما تشبه تشبه الاسمة اللي هو يويا ويس يعني فتخر خشب صدر خشب صدر عدة family history of the asma and eczema بس هو البرزنت مال تيجي الاسمatic attack ما اختلاق nose riders لكن شنو عدة تاكبنية صعوبة بتنفس وال intercostal recessions يعني نشوف ال intercostal مصول اللي يساعديننا بالرسباريتر تعبانة يعني من همك كلش بعد فإذن البرزنتينج البرزنتينج هو ويز يعني خرخشة اللي تيجي على بالنا رأسا اسمة اسمة بس هذا الويز مو bilateral right to left لا الموس characteristic feature of a foreign body foreign body أنه unilateral ويز يعني الخرخشة بصفحة واحدة وخاصة on the right side on the right side واللي بالك هو decrease air entry in the lower zone أنت بعدك obstruction طبعا هو اللي يدخل بالله ورزوان قليلا فإذن البرزنتينج symptom of the foreign body هو ويز أو asthmatic attack وبعد unilateral unilateral ok فعدنا صار عدنا two causes of the airway obstructions صار عدنا الكروب اللي الخناق وصار عدنا foreign body foreign body حسن يجي إلى foreign body دائما إلى واحد بالعفتش رأسن ودو يسول أشعة حتى يشوف وين locations مالتها ودايما الفورن body نلقاه بالright side أو بلانك ليش بالright side أو بلانك معروفة أنه عدك التريك تنقسم إلى right broncas و left broncas right broncas is shorter wider وكي وفي نفس مستوى التريكية فالفورن body يقبل وين يروح يروح للright side فدائما most كما اللي نشوف بالright من البرون من البرون من البرون أوكي إذن الفورن body ممكن يصير استاك يعني يستقر من البرون كس يوجو طبعا يوجو أي شيء يعني من البرون من البرون من البرون البرون وإذا نزل بعد للبرون كس جو يصير عنده unilateral asmatic attack بإذن الاسترايدر للاختناق فالفورن body استقر بالتريكيا ويل من يطلع من التريكيا يروح للبرون كس أو يروح للبرون كاي يجينا على شكل unilateral asmatic attack هذا بقى ما سونا لتريت ممكن يسو atelactasis يعني collapse أو يسو loper neemonia أو neemoforax أو mediastinal shift mediastinal shift يعني إحدى الرئتين تروح يمنى أو يسرى الdiagnosis طبعا X-ray مهمة سواء كان بالإسپاراتري أو إسپاراتري والناظور برون كوسكو الناظور هم علاجي وهم تشخيصي فماني تايب خاصة عند الأطفال ممكن small small particle إلى large particles small particle إلى large particles و نشوف مرات يصير shifting بال bronchial أو بالتريكية shifting أو بقى لفترة طويلة وتشوف different size of a foreign body مستقرة باللارنس أو نازلة بالتريكية وكي وهذا السمت أو signs الطفل يجي على شكل striders أو على شكل wheeze حسب اللوكيشن of the foreign body وهي different size and locations of the foreign body ممكن بالتريكية ممكن باي فوركيشن of the trache right or left bronchi دايما in the right قلنا دايما in the right هذا البرونكو برونكوسكوب واشوف different type of the foreign body large or small foreign body أوكي طبعا الأكسرا يتبين size ما لها واللوكيشنز سواء كانت أكسرا على شكل AP يعني or or laterals هاي كلها على مود نعرف locations of the foreign body إذا بقت ممكن يسوي إنا collapse تصغير collapse أو يصير shifting للmediastinal يعني تريكي shifted to the one side إذن من هالم مقدمة لل سواء كانت كروب أو foreign body خنشوف شنو الساين والsymptom of airway obstructions يعني شنو العلامات إباصار airway obstructions طبعا مثل ما قلنا the obstruction in the throat دين in the throat أو اللي هي low pitch the choking noisy يعني يعني المريض يجينا low pitch choke يعني صوت خافت أو strider يجينا صوت الاختناق عالي يطيق وخاصة inspiratory وخاصة inspiratory فأما يجينا صوت ناس low pitch noise يعني قوة يتنفس أو high pitch اللي هو مثل مختناق ونشوف accessory muscles واضحة تعرف عنا المين مصول هو intercostal muscles لكن accessory muscles مثل عدك sternocleidomastoid muscles نشوف تشتغل اوكي abdominal muscles accessory muscles نشوف incontractions نشوف عدها powerlessness المريض اللي يختنق يصير شاحب غير مستقر تاكيكاردية طبعا تاكيكاردية تسارع ضربات القلب مرة يصل إلى الزرقاق cyanosis او حتى outer conscious level حتى الconsciousness ما يتغير انهاك بالintercostal recessions نشوف الintercostal muscles من قد ما استعملت بصورة غير طبيعية نشوفها اتغل كفاءتها nasal flare تتحات الأنف منتفخة او مفتوحة زي flare excursion يعني تعبان كلش وأخطر علامة بالairway هو البرادي البرادي كاردية يعني كان تاكيكاردية هسه صار البرادي كاردية هذا اعتبروها most dangerous signs يعني this is the airway of signs of the airway obstructions يعني انت لازم صير على بالك واحد دخل foreign body شوف عده striders شوف عده بالور شوف تاكيكاردية ساينوس مزرق زين الى ان يوصل الى اخطر مرحلة هو البرادي كاردية this is the signs of the airway obstructions ايضا ايضا من من ضمن الدزيز of the larynx يجيك واحد هذي سموكر زين هذي سموكر و عده six weeks history of horseness بالفويس بحه بالصوت عمره 44 اوكي history of heartburn حرقة معتة سموكر irritation and dryness in the throat يعني شوف عده يبوسية بلعم ما عده history of weight loss or fatigue صحت كل زينة ما عده التغير بالصوت وهذه اليبوسية اوكي سوي الى examinations ما كون فتلقفت علامة معينة اوكي فهذا من history مالته هو chronic laryngitis اللي انتشوف larynx وال vocal core كلها صار بها hyper محتقنة من السموكر فيطيق history of chronic laryngitis اللي هي يعتبروها شنو الكوز of chronic laryngitis most common causes هو chronic obstructive respiratory disease اللي مبمنها البرونكايتس مبمنها الاسمة ذاني يعتبروها most common cause of chronic بعد recurrent acute laryngitis يصير عدك acute بعدين يتحول إلى chronic heavy smoker sinusitis chronic infection التعب جوب مزمن موف brief من عده nasal obstructions يتنفس موف brief فيصير عده chronic laryngitis clinically hoarseness أو يسمي loss over voice مرات تروح هذين spasmodic cup قحة متناوبة وتخلي علي differential diagnosis إنه malignancy أو من الاستنشاق للكortico steroid أو laryngeal paralysis أو TB كلها تخليها على بالك التreatment هو resting ما تقول لا تحتي أو avoid smoking هو chronic smokers ونغير lifestyle و sometimes نطي medication to treat the causes this this is this is the chronic أو أهم شي هو chronic smoker عطيك history of chronic smoker أو بويس فمن تفحصها بسطة اللارينغوسكوب تلقي بيه vocal cord lesion أو يسموها reactive nodule يعني الvocal cord صار عليها شغل زايد تعبانة والذي يصير بيها نوع من النوديول هذا النوديول على two vocal cords نسميها يطلقون عليها لأنه دائما نصير يسموها singer's nodule nodule اللي تخص المغنين هذا دائما bilateral شوفها bilateral دائما bilateral smooth rounded biniculated small موجودة على true vocal cord treatment هو voice training re-education يعني تقول له أنه تعب بالvocal cord إذا فايبروسيز وكرونيك ممكن أشيلها وبعدين هي never give rise to malignancy ما تخوف ما تخوف في signal's nodule لذلك معظم المطربين مني شخصوهم عندهم نوديول عندهم signal nodule ما ينصحوهم بالجراحة لأنه هي يقولك ما تت إلا إذا صار فايبروسيز إلا إذا صار فايبروسيز يعني هي never never give rise ما تتحول إلى malignancy يسموها the signals nodules اللي هي عبارة عن nodule in the vocal cord in the true vocal cord واحدة من the presentation of the mass أو differential diagnosis of the mass إن ذنيك هو laryngo seal يعني يجيك واحد mass طبعا هاي بعيدة عن الفيرويد laterally وcystic inconsistency فتخلي على بالك هو اللارينجو seal اللي هي عبارة عن dilatation of laryngeal ventricle الكافيتي الكافيتي inside of the larynx will be dilatations وهذا السيست يحتوي على air most common in the main دائما يكون bilaterals يعني الbilaterals 25% معظمه هو unilateral هو عبارة عن الكوزز مالتا يعني crease intra luminar preasures الموسيقيين دائما يستعملون اللارينجو هاي يصير عندهم dilatations ومرا تيجي congenital والسيقوام السيل كارسينومة النسبة حوالي 15% يجي يجي المريب على شكل hoarseness of voice بح pain dysphagia صعوبة بالبلع و lateral neck mass هذا اللي يخلي لبريزنتين lateral neck mass lateral neck mass والبعدك بروري بروري سأولي differential diagnosis و surgical remove of this mass of this cyst العفو زيب عدن other most common lesions أو disease اللي هو papilloma sequemus papilloma هذا sequemus اللي هو benign sequemus papilloma اللي هو benign neoplasmophilarynx 84% موجود بالترو vocal chord هذا الكوز زمالته هو human papilloma virus 6N papilloma virus الشكل المالها raspberry like appearance مثل العليق يعني يشبه التوت التوكي بس غير فمرة شوف raspberry like appearance محببة أو على شكل حبات appearance مالها مرات يصير بها ulcerations وفي صير همابتس ويقحت يقوم يقوح دم يوجوال single وبال adult ولكن إذا صار بال children يصير multiple children يسمو هالرنجي papillomatosis وبي extending the growth or say recurrence أيضا هاي malignant transformation extremely rare extremely rare transformation to malignancy very rare بس ليش سميناها sequemus papilloma ليش لأنه larynx it is lying by stratified sequemus فيها هي سموها sequemus papilloma تكون benign sometimes single or multiple خاصة in the children rarely تتحول إلى sequemus cell carcinoma like this sequemus cell carcinoma like this rarely هاي وها المنجمات مالها مفروب يكون بيها eradication لازم نشيلها eradication of the disease ونرجع larynx restorations over function اللي عندنا الاسوال والله نقول speech أهم شي يا ناية radiation treatment تقريبا especially early stages disease ويضطي cure rate equivalent to surgery إذا اكتشفناها early ممكن بالإشعاع الطيب أكثر إذا قررنا surgical لازم ورما نسوي أو نسوي partial larynge octomy لازم نسوي organ preservation لرجع الجزء من larynx إلى وظيفة الطبيعية إذن ما رحنا in detail بالdisease of larynx أخذنا common disease بصورة مختصرة أي استفسار أي سؤال أنا حاضر شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة للمشاهدة